على الموجة سوى من رحل فيكم مستمعينا ومشاهدينا من من ما كنتم عم بتشوفونا أو عم تسمعونا دايما عبر هو صوت لبنان اليوم وضمن على الموجة سوى موضوعنا هو حرائق الغابات وضيفنا الخبير البيئي في إدارة حرائق الغابات جزاف بشارة أهلا وسهلا فيك مرسي شكرا لإستضافتكم أهلا وسهلا فيك يعني هذا الموضوع اليوم آني وضروري نكون عم نتناوله لحتى يمكن يصير في شوي التوعية ولحتى نعرف أكتر ليصر هيك خلينا هيك اسألك بالعريض وبالمباشر هل حرائق الغابات في لبنان مفتعلة؟ تما أقول مفتعلة هي 99% سببها الإنسان عمدا أو عن غير عمد الإنسان عم يسببها لأغلب حرائق لبنان طيب لأن معنا حرائق طبيعية في لبنان حرائق طبيعية بتكون ناتجية يا عن باركين يا عن زواعي ونحن ما في باركين وزواعي بتجيب الشتير بيكون مستحبة بالأمطار سو أغلب حرائقنا هي سببها الإنسان طيب ولما منقول سببها الإنسان ولما منشوف هلأ أنه عم تتنقل حرائق بمناطق بين مزدوجين آمنة نسبيا وسمعنا أنه بالتحقيقات الأولية بيانوا أنه هالحرائق مفتعلة ليه بريق؟ يعني بدي قبل ما أجبع سؤالك راح أذكر أنه الحريق النار متل الشتير كيف البلدية قبل فاصل الشتير بتبلش تنتبه وتاخد التدابير الأساسية تنظف العنيات تنتبه ما يصير فيه فيضان الحريق زيت شي بموسم الحريق نحن بعدنا بموسم الحريق وما راح نقدر نلغي الحريق وما بهمنا نلغيه للحريق لأن الحريق النار هو عنصر طبيعي سو راح يدل تصير فيه حريق فيه التدابير ويكائية لازم تنعمل كل سنة ويتخصص لها ميزانية تنحمي غاباتنا من الحريق على صعيد البلدية على صعيد الضيعة غير أنه على صعيد البلد واللي صار السنة أنه يمكن فكرنا أنه نظاماتنا أنه قطعت التاريخ 17 تشرين المشؤوم اللي صار فيه حريق 2019 فكرنا حالنا أنه نظاماتنا نحن بعدنا بعز الموسم نحن هلا بأكتوبر هو البيك طبع موسم الحريق لأنه مثلا فيه أمطار كفية تترتب الأرض الأمطار اللي صارت فيها تكون بالعكس زادت الخطر ما ألا اللي تلاح الخطر لأن بعد أول مطر بعد أول مطر إذا ما كان كافية فيه بهذا معقول يشجع يعني يشجع يصير فيه بيزيد خطر الحريق ما بيقللوه إذا كان تلمت ما صار ما أهل السنة معنا الأمطار ما كان كافية تقول إنه خف خطر الحريق فمش نايك هلا اللي عم نشوفه هلا هو يعني إحدى أسبابه العوامل الطبيعية زادت خطر الحريق وتاني سبب هو الإنسان لأنه مثل مع زكارتي يعني هلا أنا كنبدأ أسألك شو الأسباب المباشرة والغير مباشرة لا لا الحرائق يلا عم نشوفه بشكل كتير كبير يعني شفنا حريق الربوي يلا انتت على تقريبا أسبوع من نباي للربوي وضل على أسبوعه كان في كتير صعوبة بإخماد هالحرائق يعني وقضى على هيك مثل فينا نقول مسافات شاسعة من الأشجار كمان كانوا يعني بالتحديد هيدا الحريق فينا نقول عدة حرائق أول مش حريق واحد أو فيك تقول في احتمال يكون في صار مثل يعني الحريق ينقل الحريق لمحل تاني أو إذا بدنا نقول أنه في نية من وراها كانوا الحرائق عم يبينوا بمناطق مختلفة بذات البقاء عم يبينوا بمناطق مختلفة وبحريق الربوي يعني بالتحقيقات الأولية يبين أنه فيه كنتينيرات للغاز ولونابي المولوتوف مثل ما رينا بسمعنا على وسائل التواصل الاجتماع عنديش نريد الموضوع صحيح أنا ما عندي يعني ما عندي معلومات كيفية تحكي عنهم بس بعرف إيه وسهي ده شي يعني تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وفي نيب حد نواب المثل نقدم بإخبار كرمال يصير فيه تحقيقات لأنه فيه شكوك أنه الحريق اللي صار مفتعد نعم ومت ما عملك يعني فيه ظروف طبيعية مؤاتية خليت يصير فيه حريق وبذات الوقت فيه شكوك أنه عمدا أو عن غير عمد حدا مسبب هيدا الحريق نعم جوزاف أنه هالحرائق هيدا البيك تابعوله شهر أكتوبر هو شهر الحرائق إذا فينا نقول شفنا حريق الربوي شفنا حريق ببترميز في حريق اليوم بجزين ببترميز دونية ببترميز كين بجزين بأي طولة حتى ببعقلين كمين كان في حريق من فترة يعني هيدا البرمة على هالمناطق بالتحديد هالقلة مبرر إنه كل أغلب 8% من غاباتنا المسيح الخضر في لبنان معرض إلى الحريق وإذا أنا بدي أدعي الناس المحتمة تفوت على ويبساية الفايرلاب اللي كمين نحن بالجامعية على رأي بالجامعية دمجنا مع أبليكيشن بفيهم الناس جامعية التحريج في لبنان جامعية التحريج في لبنان متوفرة إنه معقولة تكون محمية من الحريق وهلأ مع التغير المناخ سترنا عم نشوف حرية على ارتفاعات 1500 و2000 متر كل المناطق متدعوة تحمي غاباتها في لبنان بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كتير عالي عالمياً أحكي كماناً أكيد ارتفاع الحرارة بتأثير بس تأثير في حريق لازم يكون فيه ظروف مناسبة مش إنه ظروف مناسبة إنه فيها نحكي عن ثلاثة عناصر ملائمة لازم تتواجه التأثير في حريق مش إنه بس الحرارة أو بس الشتاء أو بس تأثير هنه هالعناصر إذا هيك بدنا نحكي عنهم أول شيء المادة القابلة للإشعال هي الفيول هي الغابات الغاز بنزيل مزود لا نحن عم نحكي أكيد بنعده فيول بس عم نحكي عم تحكي فيول طبيعي صح عم نحكي النباتات كسفتة نوعه والشجر هده هي لازم يكون فيه ظروف مناسبة ولازم يكون فيه التضاريس بحكي مناسبة للحريق طبعا يتواجدوا هؤلاء ثلاث عناصر بيكون كل أمان ناله للنار كل ظروفه ينتشر والشغل الوحيد اللي فينا نشغل عليها ما فينا نشغل لها على الظروف التأس ما فينا نشغل على الأحوال الجوية ما فينا نشغل على التضاريس نحنا ك يعني متخصصين لازم نشغل على المواد القابلة للإشتعال اللي هي كل سنة نحنا في الجامعية حتى بوزارة هراع بيطلع توصيات بأول الموسم لإدارة الغابات تخفيف نسبة النباتات على جوانب الطرقات نكون فيه تشحيل مناسب للمخلفات الزراعية فيه كتير تدبير العلاقة بالمواد القابلة للإشتعال فينا نشغل عليها تنخفف خطر الحريق طيب خلينا هون اسألك يعني هيك نستبق شوى الموضوع نسأل عن دور البلديات بالتصدي للحرائق منعرف أنه جمعية التحريج بالبنان لحالة ما رح تلحق وزارة الزراعة كمان لحالة ما رح تلحق شو لازم ينعمل شيء والبلديات بهذا الإطار كل بلدية هيك يعني على صعيد فردة كيف لازم تتحرك لحتى نكون عم نتصدى لخطر الحرائق هلا أكيد قبل ما يصير فيه حريق فيه نسبة كتير من الوقاية لازم تنعمل قبل لعن لما يصير فيه حريق بيبطل بيبطل مثلا وزارة الزراعة وزارة البيع والجمعيات الغير المتخصصة عندها تقدر تعمل شيء بس قبل ما يصير في الحريق الوقاية أفضل من العلاج فيه كثير فيه كثير دور مهم لازم البلدية تقوم فيه مثل ما ذكرت بالأول على أول الموسم لازم تكون عم تاخد التدابير اللازمة فيني أذكرون هلا شو أن التدابير اللي من نوصفه نحن بالجمعية أكيد من نذكرون أول شي لازم يطلعوا مؤشر خطر الحريق اللي عم يصدر من من جمعية التعامل من من فايرلاب على جمعية البالاماند نعم وهو متصل بالفاير باترول ويعطيونا على ثلاثة يوم أداء نسبة الخطر كيف يقرأوا يفوتوا عليه يعني اللي عم يسمعونه كيف ينزلوا تطبيق فاير باترول وبيعملوا كونكشن على فايرلاب هو التطبيق يصير يبعت يوميا ويكون في مؤشر خطر حريق مرتفع يبعتلون أوكي وفيهم أو يفوتوا على الويبسايت الفايرلند كيف نحن بالشتر بنحتام إذا فيه شت إذا فيه هوا ومنشوف المجاري ومنشوف التأس ونحضر بعض الأخبار ذات الشي هالموسم لازم يكون البلدية اللي عندها غابات لازم تكون عم تحتام بهذه الطريقة هيدا أول شي تاني شي المعروف من وين بينطلق الحريق أغلب الحراية بينطلقه من جوانيب الطرقات فجوانيب الطرقات المحازية للغابات لازم تكون عم تتنظف وهو يعني عمل بلدي يعني فيونيل جوا العمال البلدية تيقوموا فيه وكتير هين يحددوا وين المواقع تاني شي إذا فيه غابات أو مسارات بالقلب الغابات هي كمان لازم نتأكد إنه فيه وصول لقلع المسارات بتفيد لقلب الغابات بتفيد لشغلتين أول شي بتكون مثل حاجز نار بين إذا صار في حريق هون مين تتشر لتين مين وبتسهل وصول رجال الإطفاء في حال صار في حريق وشفناها مثلا بحريق النباية الربوية ما في كان فيه سهولة لا يوصل إلى جوا لماذا؟ لأنه ما كان فيه مسارات ولا لأنه الحرائق بكل يصير في موقع بقاء صغيرة ورابع تدبير بقدروا يخدوه هو يزيدوا الوعي يعني لازم يستعملوا أهلات التواصل اللي عندوا فيها البلدية تيبلغوا المواطنين إنه مثلا بهيدا الفترة ممنوح حدا يولي أو إذا بديوا يبلغوا لأنه في عنا عدد المزرعين بيتخلصوا من مخلفات الزيتون كمان من مخلفات التشغيل بالتولية وهذا كمان أحد الأسباب اللي بيخلي يصير فيها حراية يعني في كتير تدبير بقدروا يخدوها البلديات بها المرحلة كرميل يخفف من خطر الحرية هلأ في التدبير إضافة نحن بالجمعية وضمن الحملة اللي بنعملها كل سنة مع وزارة البيئة حملة حريق بالنائس اللي بيكون بتعاون مع وزارة البيئة وكمان يعني استنادا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة حراك الغابات كنا عم نتشجع إنشاء فرق مستجيب أول لا يفاريق المستجيب الأول يتدخل بأول العشرين ديئة اللي بتكون هي مصيرية إذا قدروا تدخلوا بيخففوا منطقات الحريق تكن إجوا الدفاع المدني فنحن جهزنا عدة بلديات تساعدناهم بالتجهيز وكمان عم ندعيهم يتجهزوا اللي بيقدروا بمعدات يدوية أولية ويدربوا مجبوعة من الشباب بتكون عم تنسق مع الدفاع المدني نعم نسميهم فرق المستجيب الأول وتأسسوا بلبنان على مستوى بلديات ومستوى اتحادية بلديات حلا عم بيكونوا فعالين بقدر إمكانياتهم وبيكونوا دورهم مساندة الدفاع المدني مثلهم نعرف تاكن الدفاع المدني مشكورين عم بيكون عندهم نخوة وعم بيكون عندهم إرادة يحموا الطبيعة بس إيهم تجهيزاتهم والوقت تيوصلوا ما بيساعدهم هون كمان يعني منرجع لموضوع البلديات وقداش البلديات كمان هي مفروضة تكون خط الدفاع الأول وكنت عم بتخبرنا أنه أنتو بتاعتم عدات للدفاع الأول إذا فينا للفرق المستجيب الأول للفرق المستجيب الأول قديش لحظتوا أو لمستوا تجاوب من البلديات وقديش في بعض البلديات وكلنا منعرف أنه ما تجاوبت صح يعني للأسف في بعض بلديات صار عندها حرائق هلا مؤخرا نعم كنا عم يصلنا من بعض المتطوعين عم بيلولنا مثلا رئيس البلديهم ما بيرد علينا مسكر خطو نعم ما شغلتو مبار ما شغلتو يعني إذا بعض هذه الأزمة حالة ما بدك على اللي اللي رد على التليفون وغطيته جهيتك لا حظة بالبلدية وفي محطة بالمنطقة بشمال نحنا في نحنا كجمعية ساعدنا بتجهيذ بعض البلديات كأنهم يصاروا يقولونا المتطوعين أنه ما بيتجيبوا معنا تخلونا نستعمل العدة في حالات هؤلاء استثنائية بتصير خليني سلم معك ما تجيوبوا وما استعملوا هيدا العدة هالعدة العيمة بتركوها يعني هلأ وصار حرائق وما استعملوها أنا بخبوها لأيوم العيد يعني مثلا هالفكرة نحنا ما بدي أشمال في بلديات عم بتحارب يعني بالموارد الأدنى موارد اللي عندها عم تقدور تحارب الحرائق بس في بلديات عم نتفاجأ انه في لحظنا انه صارت الناس تنزلوا هي كمانات حارب الحرائق يعني مع الأجهزة مع الدفاع نعم هلأ هون ما بدي شجعنا هيدا بس في بلديات ما ينزل يواجه الحرائق ثاني دي رجال الأطفاء بس في ناس وصلت يعني منطقت الربو المبي بس بلشت توصل لحد البيت بس بس إذا أحد مدرب ما يواجه الحرائق في ساعد رجال الأطفاء يساعد عمله يجيب لهم ماء أو يدل أو يساعد بالعدة تبعون بس محد يواجه النار إذا مدرب أو ومش أعطي عليه قبل وأكيد خلينا نقول أنه في كمان تاب معينة بتاللبس في حماية الرجال الأطفاء بيحطوا عدد يعني عدوية للحماية لوجهون أكيد وشان هيك عم بتقول حضرتك أنه الناس اللي مش مدربين ما يتواجه ولكن فيهم يكونوا مساعدين أكيد يعني مثلا بيساعدوا رجال الأطفاء مثل ما أتذكرت أو حتى يبلغوا الناس اللي موجودين حاولون لأن في نفس ما بيكون مقدرة الخطر أنه رح يوصل لها بيتها فهيدي أنا هيدا توسيت ما حدا يتقرب عن نار إذا ما أنه مدرب هون عندي سؤال وهذا سؤال يعني سمعته كتير وقريته كتير على وسائل التواصل الاجتماعي بعز الحرايق وخاصة بحريقة الربو من أبي صاروا الناس يقولوا طيب أوكي إجا طوافات بس ليش ما كان العدد كافة ليه هلا طوافة فيه ممكن مواطعة خاطئ طوافة وقتها يكب ماء ويكبوا قدام الحريق ما بتطف الماء اللي بنكبها من الهليكوبتر بتبطئ سرعة الحريق وعادة بيكبوها بيكون عندهم توجيهات نعم سيوء طوافة يكبوها قدام النار مش عليها فهيدي دور التواف كل شي بيصير عالأرض المشكلة اللي صارت بحريق الربو متما تلك صار يظهر حرائق متل صغيرة صغيرة وينما كان ما كان فيه اهمال لمسنا من عدة بلديات معنية مساعدت وكمان انه مغادروا بالوقت ما صار تبليغ بعدين الهواء كان يعني عامل اضافي حتى الوادة متل الشمينية هونيك تقريبا كل ظروف مناسبة يصير في حريق ف ما ما تبلغ عنه بأول فترة من الحريق يعني كان قرار يوصل على المناطق سكنية حتى اخذوا التدابير اللازمة فكل هول العواميل ساعدوا انه حريق الربو يضل ثلاث اربع ايام يعني لو متما تلك بالأول لو نسيطر حريق بأول عشرين دي ايمكن باقي بيت ماي منطفي بس لما نفقد السيطر عليه بيصير بنا قليات و عدد من الرجال اللي اتفع اكتر نعم جوزاف مقارنة اذا بنا نعمل مقارنة بين السنة والعام الماضي بنسبة الحرائي شو الوضع هلا كنا فكرنا انه السنة زمطنا رجعنا يعني تعرضنا لمشكلة الحرية وهذا شي بذكرنا انه كل السنة لازم ناخد التدابير اللازمة للسنين اللي قبل اللقط علينا سنتين او ثلاثة كانت نسبة الحراية متدنية صار في حراية بس كانت قليلة يعني بعد 2019 بس سنة اكتر السنة ببين بكرة العرقاء معنا مسيحة الارض اللي احترقيت فيني اذكر اخر عشر سنين احنا المعدل السنوي عم نخسر 1500 اكتار هيدا ما دي قد بدنا وقت لنعوض 100% يعني احنا بجمعية التحريج اخذت معنا عشر سنين تسجرعنا مليون شجرة ستخيل الاداد بيجي حريق بسنة واحدة بيقضع على كل شي فالصار السنة بيذكرنا انو كل السنة لازم نضلنا مطياكزين وناخد التدابير اللازمة ونعالج قبل ما تصير المشكلة بدنا نرجع نقول في دور البلديات المتطوعين الجمعية الأهلية عندهم يلعبوا بتطبيق نشاطات بدية قبل أحسن بعد فينا نحكي بديك شو بيصير بعد بس كله لازم نلعب بالوقاية من خطر الحرقية لنشغل على التحريج أكتر من مع الوناديات ومع الجمعيات ومع كل الأجهز المختصة والأطراف المعنية جزاف بعد ما سيحدث لأنه أرجع عن موضوع الحريق ولكن بعد ما سيحدث حسنا إذا أريد أتكانيا بأفضل سوناريو ممكن النار هي عنصر طبيعية هي جزء من النظام الإيكولوجي فطبيعة يصبح حراية إذا ما صار فيه تدخل من الإنسان أو إذا ما كان فيه نية سيئة من وراه الأرض المحروقة يجب تنترك على القليل عمار أو ترقات ونعطي فرصة للطبيعة هي تجدد حالها وعادة غابتنا هكذا يصبح فيها إذا كان السيناريو المسائل دعنا أترح عليك هذا السؤال قبل ما تتابع لأنه كل الناس فكرت فيه أنه حرا لا يأخذ حطب وهذا شيء صحيح هذا معطعت خاطئ أيضا دعنا نفصل أيضا حسنا فكرة الأساسية إنه لازم تنترك الأرض المحروقة على القليل لثلاث سنين نعطيها تجدد حالها ومن بعد إذا ما صار في تجدد طبيعي فينا ندخل أو نزرع هلأ اللي اللي بيقول إنه عم نولع عم بيولوا حرايك من الحطب مهول الحطب المحروق ما عنده قيمة اقتصادية يعني ما بيعد في استفادة منه إذا قصوا بدي يقصوا شجر مش محروق تقدروا يستفيدوا من الحطب صحيح فهلا ما بد يعني ما فينا ننكر بيصير فيه هيك إشياء بس لأنه ما بيكونوا بيعرفوا أو لحتى يفتحوا طريق عادة أنه طعم بيصير فيه حريق بعد فترة عم نشوف يا فتحوا الطريق يعمروا يا صار يا صار تدخل الإنسان صحيح بس لفكرتك إنه بيحرقوا تيقصوا حطب هيدا مواطعت خاطئ لأنه تلك الحطب المحروق ما قالوا عيمة اقتصادية نحنا وحتى إنه الوزارات بيشجعوا يصير في إدارة غابات طبعيا إذا حدا بده حطب أو بده فيه يستثمر غابة سنديين كل 8 سنين غابة سنديين لازم نستثمرها وفينا نستخرج منها حطب عنده عيمة اقتصادية ونبيعه وبيكون بها الطريقة حمينا الغابة وحسننا لها ظروفها ومسببنا حريق حيك بإذا حدا بدي يستفيد من الحطب لازم يكون بطريقة شرعية مدارة بشكل طبيعي ياخد حطب من الغابة بس نحروت ناخد حطب ما في ما في عندها استفادة ما في استفادة الموضوع نعم طيب أريد أنت إلا أحكي أنا وإياك عن الحرائق يلي بتصير بسبب الحروب مثل ما عم نشوف بمناطقنا الحدودية للأسف للأسف مصيرنا قدرنا نكون نحنا قدرنا نحترق حدا حدا يشد صوب الخير وحدا يشد صوب الشرع دائما جاري بنزرع نحنا ونحمي غابات برجع بيجينا اعتداء من عدو بيدمرنا غاباتنا وبيئزة الطبيعة يعني أكتر شيء يحكي عنه موضوع هو الفوسفور الأبيض نحنا بالجمعية يعني إن شاء الله عم نطلع على الموضوع عم نعمل شوية دراسات إن شاء الله بس تخلص الأمور نحنا نحكي عنه بوقت تأكيد بس بقت تخلص الحرب رح نكون الدام معضلة هي مشكلة بيئية غير المشكلة الإنسانية والمشكلة السكنية في المشكلة بيئية رح نواجهها نحنا بلشنا نطلع على موضوع الأسارات الأسار البيئي طبع الفوسفور الأبيض وشو بيسبب للتربة وللغابات توضح شغل هلها كتير عم ينتمع عم ينحكي عن فوسفور الأبيض وكيف يسبب حرائية هيدا هو وقدش مدر لصحة الإنسان أيضا أكيد مدر هلما عند معلومات طبية بس أكيد مدر مدر للطبيعية مدر للإنسان طبيعة الحال نوعية الهواء أكيد شيء كتير بيأثر على صحة الإنسان وهيدا بالنتجة عم تصير بالهواء بس كيف تأثيره على الغابات الفوسفور الأبيض هو تركيب كميائي شديد التفاعل يعني شوين خطورته حتى لو نكبع اليوم يمكن بعد أسبوع أو أسبوعين يتفاعل يتعرض للأكسجين وإذا تواجد بغابة أو بمنطقة فيها نباتات يرجع بيشتاعل هيدا خطورته على الغابات غير تلوصه للتربة سبب خسارة مسحية خضراء كبير بجنوب هلأ المركز الوطني الأبحاث عم يحصيها عم يحطه عم يحطه على الخريطة أدعي في نسبة أرادة اشتاعلت ونحن بجميع عم نحضر حالنا علميا نشوف كيف فينا نشوف التدبير لازم ناخدها من بعد ما يروق الوضع نعم حكا كثير عن الزيتون كمان أنا ما بقي يسوى ينقطف وأنه المواسم لأسف السنة راحت وحتى يمكن على سنين لقدام ما بقي يسوى أنه لو هالشجرة رجعت طلعت ثمار لازم استعمالها الأول شي التلاوث التربة اللي يأثر الثاني شي الزيتون بالستين زيتون المزرعين بالديا بيدخل سنويا في تشحيل في فلاحة في سيامة للا ما كتير بيرشور للزيتون بس أنه في كتير مواملات بيدخل وهلأ بحكم النزوح في كتير بستاتين زيتون انهملات ما يقدروا يقاطفوها وطاف الزيتون عندنا في لبنان هي عادة اجتماعية تشمع العية العية لكلها وبيقاطفو زيتون التأثير بموضوع الزيتون مش بس تأثير به هو تأثير اجتماعي وتأثيرها كتاع الزراعة كمان ما بارف بكرا بنعرف ان سعار تنكيت الزيت لما بلاشنا نلموس سعار تنكيت الزيت السنة بس كمان يعني نحنا يمكن نحنا كجمعية هناك نقص يعني نقص عم يتعوض بمناطق تانية وصار في الطلب اكتر من كتير من العرض نحنا كجمعية بيئية وتعاون مع وزارة البيئة فينا نحتاج بالغباد بس اكيد الوزارة الزراعة وكل الاطراف اللي عندها عليها بالزراعة من بعد بس تروق الأوضاع فيه شغل لازم ينشغل كمان تنعوض ما فينا نحمل الموضوع الزيتون كمان طيب جوزيف يعني حكينا كتير عن حرية عن أسباب إذا هيك وحكينا كيف لازم نتصدعها ولكن إذا بدنا نعطي نصائح للناس يلي عن جد هم هيدا الوطن وهيدا الأرض وهم أنه ما تبقى من مسيحاتنا الخضرة ما بقى تحترق شوفينا نقول لهم وكيف فيهم يتصرفوا وعلى أي أساس بيقدروا هني يكونوا خط الدفاع الأول إذا فينا أول بالتصدي لهيدا الحرائق بيظل غياب عدد لا بأسة بها من البلديات حتى ما كون عم أجمل للكل أنه في بلديات كتير عم تشتغل طبعا مشكورين وفي بلديات يعني مثل ما بكل شي فيه منيح ومش منيح بالبلديات في الناس يلي عم تشغل من كل قلبها وفي الناس يلي البوست بالنسبة لإلى بس هيك واجهة أوكي يعني سؤالك هو مشروع نحن عم نشتغله من 10 سنين بالجمعية نحن بجمعية التحريج بلبنان ألراي عم ننفذ مبدأ اسمه فايروايز اللي هو بيقضي بيشراك كل الأطراف المعنية على صعيد المحلة على صعيد الضيعة بنشاطات الوقائية من خطر الحرية نعم سو أكيد فيك إن فيه الناس بتكلم 8% من غاباتنا معرض خط الساحلي والمدن على الساحل كل المناطق فيه احتمال يصير فيها حريق وأنا بدعي كل شخص أو جمعية مهتمة بتعمل وصارت كتير الصيفية الماضية في كتير جمعية تواصلت معنا وكرة تواصل معنا ومن اللي عملنا نشاطات وقائية أول شي بنا نطبق مبدأ الفايروايز اللي هو إنه منحط خطة عمل قبل موسم الحريق شو النشاطات اللي فينا نعملها بضيعتنا من حد دوين موقع الخطر مثل ما زاكرت اللي هو عادة جواني بالطرقات المحازية للغابات أو اللي فيها كسافة نباتات حواليها مسارات اللي بقلب الغابة إذا في مخلفات تشحيل من النظمة نهار استعداد بيكون ندعي الشباب والصبايا المهتمين يحموا غاباتهم ومن نقوم بنشاطات بهذا النهار هلأ يمكن المتطوعين ما يقدروا يشتغلوا أكتر من النهار بس على القليلة بتكون علينا نسبة الوعية عندهم وفهموا إنه ساهموا لو بنهار واحد بيحمية غاباتهم والباقي بتكمله لأعمال البلدية نحنا من نسحة كتير أيام نجيب تمويل للبلديات يقوموا بأعمال زراعية هدفها حماية من خطر الحريق ومن بعد هذا بدأ نركز على الوعي يعني بدي يكون فيه تدخل بجميع شرائح المجتمع الولاد الصغار الشباب بالجمعية الشبابية والمدارث وحتى أيام ضمن المهرجانات اللي بتصير بالضيعة لازم يكون فيه تذكير بموضوع خطر الحريق كل هون النشاطات التقنية والاجتماعية اللي فينا نعملها قبل موسم الحريق وببداياته هي نشاطات ما فيها كلفة خبرة تقنية نحنا مستهدية بجمعية نعطيها مع حماس واندفاع من قبل أهيل الكرة اللي عند غابية بدأت تحميها وهذه الطريقة نحنا نخفف من نسبة اندلاع الحريق وإذا صار منحد من خطره لأنه ما فينا نقضع لأي أكيد ما فينا نقضع لأي ولا فينا نحنا نتحكم فيه لما يصير ولكن منجرب قد ما فينا نخفف من التسبب فيه وهذا اهلا مشاثة هيدا التوعية إن كان بعمر صغير أو بعمر كبير هي الأساس أنا بدأ أشكرك كتير الخبير البيئي بإدارة حرائق الغابات أجزة فشارة شكرا لوجودك معنا وأهلا وسهلا فيك شكرا للكون مشاهدين ومستمعين من هلأ لنرجع نتلي أضل وبي ألف خير